السلام عليكم يسعد أوادكم أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد يا أصدقاء و يا عزاء لليوم بعيدا عن عالم كرد القدم ورياضة كرد القدم اللي نحن كيرا بعيدين عنها كان في اليوم مباراة بين المنتخب السوري أمام منتخب فيتنام خلصت هذه المباراة وخلص هذا اللقاء بفوز المنتخب الفيتنامي بهدف دون رد سجلوا اللاعب الفيتنامي بعد تسديدك عم تسكن مرمانة بعد بداية أو مع الشوط الثاني للقاء بعيدا عن التحليل والكلام بتفزلك اللي بدو يصير بهذا اللقاء لكن نحن متعودين دائما عن الخسارات بثالث مباريات المدرب الجديد أرجنتين هيتر كوبر بعد استلام ودف التدريب المنتخب السوري بعد الخسارات والهزائم اللي كانت خلال عوام الماضي بالتصفيات وتبديل العديد والكثير من المدرب بمباراة هي عبارة عن تقليبي فينا نقول فريقين عم يلعبوا على مربع واحد منتخب الفيتنامي عم يحقق الفوز خلال التوقف الدولي لشهر حزيران 20-23 بأيام الفيفا دي طبعا هاي الخسارة رح تسجل رح يكون في الى تأثير سلبي على تصنيف المنتخب هلا بدك تنطل تقول لي اتخيلك عاد مش رحانة طلع تصنيف أمم آسيا شو عادي يفيدنا هذا الحكيط طبعا تراكمات والخسارات رح ضل عم يتأثر على اي منتخب بالتصنيف الدولي القادم عم يتأثر علينا فني ومتكتيكيا وزهنيا ومعنويا انك انت عم ترجع تخسر من جديد مع مدرب جديد وقال يعني مع اسماء جديدة من اللاعبين اكيد ما احترامنا لجميع الاسماء ولجميع اللاعبين كلهم على عيننا وراسنا من فوق اصدقائنا واخواتنا ويلي بتكون اياه لكن هذا المستوى وهذا الاداء غير مقبول السيناريو واللعب بنفس الطريقة بنفس الاداء عن جلسنا نحن نؤمن انه مما يجب ان يدرب هالمنتخب هاللاعبين انه ما رح يطلع معهم شيء شوط اول انا لاحظت كراتين فقط للمنتخب السوري كانت للمواس وعلى الدين الداني مع بداية الشوط الثاني ومنتخبنا يعني ما تحرك ما تقدم بعض الشيء خرج من منطقة الدفاع الا لبعد ما اطلقين الهدف الاول منتخب فيتنا هو منتخب برازيل كان اليوم باللاعب بالعداء بالتكتيك بالتمركز لان هو منتخب احسن من منتخبنا وفريق احسن من فرينا وفرينا هو السيء بالطبع وبالاكيد هذا الاداء نوطه الثاني والاهم باعتقد ان اسماء اللاعبين هني نفسها عم تتكرر من جهاز فني لجهاز فني تاني تغيير بعض الاسماء يعني كانت بعض الشيء بهذا اللقاء لكن بالمجمل اداء سيء فريق سيء لاعبين سيئين بهذا الاداء لا تطور كثير بهذا الفيديو نحن متعودين على هذا الكلام لكن انا اتمنى من اللاعبين ان هني يرجعوا يحضروا اللقاء ويشوفوا حالا شو قدموا بارضية الملعب طبعا ما في شيء يتغير باداء ومستوى المنتخب بالتكتيك اللي كان فيه حال كان عندنا تكتيك او الخروج من الكرة من العبنة بالكرة تحركات بعض الشيء بالاجنحة يعني ممكن نقول بعض الشيء التغييرات اللي كانت في الشرط الثاني دخول وايد الخولي وايضا دخول المرمور فينا نقول حرر بعض الشيء لجهة اليمين تحركات المرمور كانت منيحة مع بعض التحركات المواس والفول الاثنين والثلاثة اللي كانوا محمود المواس لكن طبعا احنا ما استفدنا ابدا باي كرة وباي شيء وباي هجمة ما شاهدنا المنتخب عم يعمل اي شيء جديد عن الاداء الصابق انا برأيي كالسوري وكمتابع له المنتخب لأكثر عشر سنوات وخصيصا باخر مونديالين او تصفيات اللي كانت مقبل 2018 الاداء ما تغير ابدا انا برأيي ما بسميه هذا تحسن يعني هي لمسات عادية مهارات فردية هي بتكون من بعض اللاعبين لكن المنتخب والفريق هو هو والاداء هو هو وفينا نقول نحنا من اخر مباراة اللي كانت بالتصفيات ما قبل الماضي لليوم الفريق بنفس الاداء بنفس العقلية بنفس اللاعب ما بتغير عنا اي شيء لكن سابقا اللي كان يفريع عنا ممكن كان في عنا قتالية اكتر وروح اكتر وعننا موضوع النتائج الايجابية اللي كانت اللي هي عم تغطي على الاداء السيء لللاعبين نتبدأ من الجهاز الفني والاداري يكون في عنا مؤتمر صحفي وتصريحات بعد اللقاء اكيد ولازم يكون في عنا نحط النقاط على الحروف بعد العودة من المعسكر اللي كان بالفيتنام شو استفدنا نحنا من المعسكر فيتنام شو استفدنا من هذا اللقاء وي كانت اخطانا وي ما كانت اخطانا يكون في عنا توضيح لهذا الشيء اكيد هلأ جميع عم بدي قول او البعض بدي قول اي خلاصي مباراة ودية وعم يجرب لاعبين ومدرب جديد واسماء جديدين يدربة طيب نحنا بهذا الكلام لكن للأسف كل مدرب يكون نحنا حصالت هاي التصريحات وهي التصريحات وهي الشماعة الاخطاء اللي عم تكون على العموم حطونا لايك رأيكم بالتعليقات رح كون في عنا فيديو مباشر لرأيكم عن اللقاء اللي كان وتابعوا قناة الثاني اللي بتغطي اخبار كرة العالمية تحياتي اشتركوا في القناة